أحيط الأمم المتحدة اليوم أول احتفال باليوم الدولي للتأهب للأوبيع بمناسبة نهاية العام الأول لمواجهة جائحة كورونا ما أهدف هذا اليوم وكيف يمكن أن نساهم فيه؟ سوف نتعرف إلى ذلك بعد هذا الإنفوغراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحفي عبدالله سليمان أغلو أهلا بك دعنا نتحدث عن الأهداف المرجوة من اختيار الأمم المتحدة لهذا اليوم يوما عالميا للتأهب للأوبيع مثل ما تعرفوا سنة عام 2020 أو بنهاية 2019 مع انتشار جائحة كورونا هذه جائحة التي وحدت العالم تجاه مرض كان لا يعرف الحدود وينتقل بشكل سريع جدا بين الدول وهناك أنظمة صحية قوية جدا انهارت بفعل هذه الجائحة فما بالك بالأنظمة الضعيفة أو البلدان الفقيرة أو البلدان التي فيها حروب مثل سوريا فلذلك الأمم المتحدة حددت يوما للتأهب للأوبيع حتى تبني نظمة صحية قوية إن كانت في جميع الدول إن كانت قوية إن كانت فقيرة وإن كانت متوسطة الحال بحيث تكون جاهزة لأي جائحة لأن في حال حدوث أي جائحة في أي بقعة من العالم فأن هذه الجائحة ستنتشر بشكل سريع لأن الجوائح لا تعرف الحدود ولا تنتشر بشكل مختلفة إن كان عن طريق الناس أحيانا عن طريق الهواء عن طريق النباتات عن طريق الحيوانات ربما فالجوائح بالفعل لا تعرف الحدود ونظمة الصحة العالمية أيضا حذرت من أن جائحات كورونا لن تكون الأخيرة ربما الله لا يقدر أكيد لكن بين الحذر والتفاؤل والإحباط كيف يمكن أن نتعامل مع هذه التحذيرات يعني هناك نوع من الخوف النفسي حيال هذا الموضوع نعم صحيح يعني هذه الجائحة الأخيرة بالفعل يعني جعلت الناس في خوف كبير جدا لأن المرض لا يعرف الصغير ولا الكبير ولا يعرف متوسط العمر ولا يعرف الغني ولا الفقير حتى فبالتالي هناك دائما تحذيرات وهناك ظهرت سلالات جديدة في الطفرات لفيروس كورونا فالناس متأهبة بالفعل ومتخوفة أيضا من ظهور أمراض جديدة في أي بقعة من بقاع العالم فبالتالي هذه التحذيرات وهذه التخوفات باعتقاد مشروع لدى الناس فبالتالي يجب على جميع التعاون على جميع الدول على جميع المنظمات على جميع الأفراد والمجتمع يجب أن يتعاونوا جميعا في مواجهة أي جائحة في أي بقعة من العالم لأن ربما هذه الجائحة ينتشر اليوم موجودة عند جاري لكن غدا قد يكون في بيتي صحيح كيف يمكن لنا كأفراد أن نساهم بالحد من تفشي هذا الوباء أو أي وباء في المستقبل نعم لست طبيبا لكن يقال بأن درهم وقايا خير من قنطار علاج يعني جميع الجوائح جميع الأمراض هناك قواعد أساسية يجب على المرأة أن يتبعوا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية أولا النظافة الشخصية يعني يجب علينا أن نهتم بنظاف شخصا غسيل يدين بشكل دائم بالماء والصابون أو فاركة بالكحول وخاصة في جائحة كورونا يجب علينا اتباع أداب العطاس والسعال بأن نضع منديلا أمام الأنف أو الفم أو وضع اليد على الأقل إن كان لم يتوجد المنديل يجب علينا تجربة مخالطة لصيقة أو ما يسمى بالتباعد الاجتماعي لأن عندما نكون قريبين من شخص ربما لديه بعض أعراض الأمراض التنفسية كالنزلات البردية وكالزكام وكالرشح يمكن أن ينتقل إلينا أيضا يجب طهي الطعام بشكل جيد لأن هناك ربما ينتقل بعض الأمراض المعدية عن طريق الطعام والشراب ويجب أيضا أن نتجنب الطعام الغير الآمن مع الحيوانات وأنتم تعرفون بأن كورونا انتقل عن طريق الحيوانات في الصين كما أشيع إلى الإنسان فلذلك يجب أيضا أن نولي هذه النقطة أهمية كبيرة اعتماد الأمم المتحدة لهذا التاريخ هو 27 ميكان الثاني اليوم للتأهب للأوبئة أكيد مثل ما بنعرف لك اليوم تختار الأمم المتحدة يكون له غاية أو هدف اليوم شو هي المشاريع الممكن يشمل هذا اليوم أو حتى النشاطات نعم يعني للغاية مثل ما قلنا لفت النظر إلى الجوائح جائر حالي والجوائح القادمة ودعوة لكل المنظمات وكل الدول يعني يكون هناك تعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي بحيث يمكن أن يكون هناك تبادل الخبرات تبادل للمعارف أن يكون أفضل للممارسات أن يكون هناك إدارة الأوبئة كيف تكون لأن الدول في بداية الجائحة لا تدعي كيف كانت تتصرف فكل دولة لها تجربة خاصة يجب التبادل لذي التجارب الناجحة ممارسات الناجحة التداوي الصحيح العلاج اللقاح أيضا يجب تبادله بين الدول لذلك الغاية من الاحتفال هي تكسيف أنشطة التوعية والتسقيف من أجل إبراز أهمية منع انتشار الأوبئة والتاهب بها بحيث أن في حال ظهور أي جائحة يجب أن هناك تدابير يجب أن هناك تجهيز يعني نحن رأينا طبعا رأينا مثلا دول كبيرة الأنظمة الصحية انهارت يعني رحضات العناية المركزة كانت غير كافية أجهزة التنفس الصناعي كانت غير كافية فلذلك يجب أن يكون هناك تعاون في حال ظهور أي جائحة بين جميع الدول للقضاء عليه لو نتكلم قليلا عن الموضوع الملف السوري وجاء حد كورونا في الملف السوري هل نستطيع القول أن اليوم شمال غربي سوري هو قادر على مواجهة فيروس كورونا بكل عجزه الطبي وكوادره الطبية؟ طبعا متأكيد غير قادر يعني أنظمة صحية مثل الولايات المتحدة يعني انهارت وحدات العناية المركزة كانت غير كافية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين فما بالك بمنظومة صحية منهارة تماما وبنيت من جديد لكن الحمد لله خلال السبوع الأخير تقريبا يمكن أن نقول بأن الموجة الأولى في سوريا يعني عدد الإصابات أصبح حتى تتروح بين الخمسين والستين وهذا عدد جيد يعني عدد الإصابات الكل بلغ حتى الآن حوالي 200 ألف وعدد المتعافين حوالي 12 ألف عدد الوفيات ما أعلن رسميا حوالي تقريبا 303 وفيات بالتالي نتمنى أن لا تكون هناك عرضة القطقة لموجة ثانية يعني الآن الوضع مسيطر عليه لحد ما نتمنى ذلك بالعودة إلى موضوع هذا اليوم نحن جزء من الطبيعة والحيوانات مثل الطيور والقطط وغيرها تحيط بنا دوما فما هي أشكال العلاقة الصحية خلينا نقول بين الإنسان والحيوان بحيث لا نلحق بهم الأذى ولا نتسبب بأذية أنفسنا نعم يعني البيئة متوازنة بالتأكيد يعني بين الإنسان والحيوان والنبات كلنا نتقاسم هذه الطبيعة هذه البيئة فلذلك يجب أن تكون هناك علاقة متوازنة بين العناصر السلاسة بالتحديد ولذلك يجب أن نتعامل مع الحيوان بشكل آمن أن لا نكون الحيوان جزءا من حياتنا بحيث يجب أن تتجنب إفرازات الحيوان ربما يكون هناك معاملة لثيقة مع الحيوان لأنه كثير من الأوبيئة والأمراض تنتقل عن طريق ربما مفازات الحيوان ربما عن طريق الحليب أحيانا فلذلك يجب أن نتعامل بحذر وأيضا أن لا نتعدى على أماكن عيش الحيوانات يعني هناك يضرر إنسان حق ضررا كبيرا بالبيئة من خلال قطع العشجار ربما من خلال قضاء على المراعي فلذلك يجب علينا العمل جميعا كأفراد وكمجتمع وكالدول لتعاون بحيث نحافظ على صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات ما هي أهم الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من جائحات كورونا بعد مرور تقريبا عام على ظهور هذه الجائحة في حياتنا نعم يعني بالتأكيد أظهرت الجائحة بأن العالم عبارة عن قرية صغيرة كان الوباء يظهر في دولة خلال أيام تنتقل لدولة أخرى فبالتالي يجب على الجميع أن يتكاتف ويتعاون في مجال ظهور أي جائحة هناك بعض أحيانا الدول الغنية حتى القوية يعني وضعت يدها على بعض المستزامات الطبية لذلك الدول في فترة الرخاء يجب أن تتجهز لمواجهة أي جائحة وأن يكون أيضا لهديها مساهمات لمساعدة الدول الفقيرة والدول التي تعاني أنظماتها الصحية من ضعف بحيث تقويها وتكون قادرة على مواجهة أي جائحة أيضا طبيعة حياتنا تغيرت مع هذه الجوائح أصبح يجب علينا حياتنا تغيرت أصبح الكثير من العمل من المنزل ربما العادات اليومية تغيرت بعض أحيانا الملاصمة المعانقة ربما الملاصمة تغيرت كل شيء تغيرت لذلك في المستقبل أكيد لن يكون حياتنا كما كان قبل جائحة كورونا بالتأكيد هناك أشياء كثيرة تغيرت في حياتنا في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وطبيعة عملنا وطبيعة حياتنا نتمنى السلامة لجميع ونشورك الصحفي عبدالله سليمان أقول لك أنت معنا من مدينة غازي عنتاب التركية شكرا لحضرتك